موسيقى أعزائي الطلبة والطالبات أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من مادة تاريخ الحديث والمعاصر للصف الثاني عشر الأدبي سنتناول في حلقتنا لهذا اليوم عن الثورة الأمريكية وتأثيرها على العالم السياسي نتابع تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم ولكن بعد فاصل قصير فتابعونا موسيقى أعزائي الطلبة والطالبات أهلا ومرحبا بكم من جديد مع حلقتنا لهذا اليوم وسنتحدث فيها عن الثورة الأمريكية سنتحدث عزيزي الطالب عن الثورة الأمريكية وأحداثها بالتفصيل في حلقتنا لهذا اليوم لاحظ عزيزي الطالب خريطة أمريكا الشمالية السياسية التي أمامك سنحدث عليها الولايات المتحدة الأمريكية حدث عزيزي الطالب الموقع الجغرافي للولايات المتحدة الأمريكية من قارة أمريكا الشمالية لاحظ عزيزي الطالب السهم لإمامك يشير إلى الولايات المتحدة الأمريكية يحدها من الشرق بحر يطلق عليها ومحيط هو المحيط الأطلسي ومن الغرب يحدها المحيط الهادئ وتحدها دولة من الشمال تسمى كندا ومن الجنوب المكسيك كيف ظهرت الولايات المتحدة عزيزي الطالب كدولة مستقلة كيف ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية كدولة مستقلة نتعرف عزيزي الطالب هذا ما نتابعه الآن كيف بدأت إنقلترا في تكوين مستعمرات لها في أمريكا الشمالية كانت النواة الأولى لظهور الولايات المتحدة الأمريكية هي المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية نتعرف كيف بدأت إنقلترا في تكوين مستعمرات لها في أمريكا الشمالية واحد كانت إنقلترا أكثر دولة أوروبية لها مستعمرات على ساحل أمريكا الشمالية وكذلك على مستوى العالم حيث كانت إنقلترا هي أكثر دولة أوروبية لها مستعمرات على ساحل أمريكا الشمالية أيضا تأسست أول مستعمرة إنقليزية في أمريكا الشمالية في عام 1607 ميلادية وسميت هذه المستعمرة باسم جيمس تاون أسست هذه المستعمرة في عام 1607 وتعتبر أول مستعمرة إنقليزية في أمريكا الشمالية واسمها جيمس تاون وكانت على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية ثلاثة وصل عدد المستعمرات الإنقليزية في أمريكا الشمالية حوالي 13 مستعمرة كان عدد المستعمرات الإنقليزية في أمريكا الشمالية ثلاثة عشر مستعمرة تركزت على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية أربعة تركزت هذه المستعمرات الإنجليزية جميعها على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية كانت هذه المستعمرات موجودة على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية مر ركائز عزيز الطالب التي قام عليها نظام الحكم في المستعمرات الإنجليزية في المستعمرات الإنجليزية الموجودة في أمريكا الشمالية كانت هناك ركائز لنظام الحكم الإنجليزي في هذه المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية كانت هناك طرق للحاكم للمستعمرات هناك واحد الحاكم وهو يمثل الملك الإنجليزي وهو مسؤول عن رعاية شؤون الولاية والمحافظة على الأمن في هذه الولاية يعين هذا الحاكم ويعزل من قبل الملك الإنجليزي واحد الركيزة الأولى هو الحاكم ويمثل الملك الإنجليزي في المستعمرة في أمريكا الشمالية وهو مسؤول عن رعاية شؤون الولاية والمحافظة على الأمن في هذه المستعمرة والولاية يعين هذا الحاكم ويعزل بأمر من الملك الإنجليزي اثنين المجلس النيابي للمستعمرة يتم انتخابه من قبل الشعب الأمريكي أي من سكان المستعمرة ويقوم بسن القوانين وفرض الضرائب ومراقبة الموظفين اثنين المجلس النيابي للمستعمرة ويتم انتخابه من قبل الشعب الأمريكي ويقوم بسن القوانين وفرض الضرائب ومراقبة الموظفين الحاكم يعين من قبل الملك الإنجليزي والمجلس النيابي يتم انتخابه من قبل الشعب الأمريكي ما طبيعة العلاقة بين الحاكم والمجلس النيابي في المستعمرات؟ ما طبيعة العلاقة عزيز الطالب بين الحاكم للمستعمرة الذي يعين من قبل الملك الإنجليزي والمجلس النيابي الذي يتم انتخابه من الشعب الأمريكي شعب المستعمرة في المستعمرات نتعرف على طبيعة العلاقة بين الحاكم الإنجليزي والمجلس النيابي الأمريكي في المستعمرات كانت علاقة سيئة ولا يوجد بينهم أي تعاون أو تفاهم كانت علاقة سيئة ولا يوجد بينهم أي تعاون أو تفاهم بين الحاكم الذي يعين من قبل الملك الإنجليزي والمجلس النيابي الذي يتم انتخابه من قبل الشعب الأمريكي علل عزيز الطالب عدم التعاون بين الحاكم والمجلس النيابي نتعرف على سبب عدم تعاون الحاكم للمستعمرة والمجلس النيابي للمستعمرة لأن الحاكم يعمل عزيز الطالب لمصلحة الملك والمجلس النيابي يعمل لمصلحة الشعب الأمريكي فالحاكم لهذه المستعمرة يعين من قبل الملك الإنجليزي فهو يعبر عن مصلحة وحقوق الملك والمجلس النيابي الذي ينتخب من قبل شعب المستعمرة وهم الشعب الأمريكي ويبحث عن مصلحة هذا الشعب وسكان هذه المستعمرة فكل الطرفين يبحث لمصلحة من يتولى حكمه أو يتم انتخابه فأصبحت العلاقة متوترة وسيئة ولا يوجد أي تعاون بين الحاكم وبين المجلس النيابي للمستعمرات في أمريكا الشمالية ما اسم عزيزي الطالب الملك الإنجليزي الذي في عهده وصل الخلاف إلى ذروته بين الحاكم والمجلس النيابي ارتفعت حدة الخلافات بين الحاكم في المستعمرة وبين المجلس النيابي في عهد ملك إنجليزي نتعرف في عهد أي ملك إنجليزي وصل الخلاف في عهده إلى ذروته بين الحاكم والمجلس النيابي للمستعمرة هو الملك جورج الثالث في عهد الملك جورج الثالث وصل الخلاف إلى ذروته بين الحاكم والمجلس النيابي للمستعمرة حرب السنين السبع وأثرها في الثورة الأمريكية هي حرب حصلت بين إنجلترا وفرنسا ونتعرف على تأثيرها في الثورة الأمريكية وسميت بحرب السنين السبع لأنها استمرت طوال سبع أعوام ونتعرف على تأثير هذه الحرب على الثورة الأمريكية لاحب عزيزي الطالب خريطة العالم السياسي التي أمامك حدد على الخريطة كل من واحد أمريكا الشمالية اثنين أوروبا ثلاثة الهند لاحب عزيزي الطالب ونحدد واحد أمريكا الشمالية قارة أمريكا الشمالية في أقصى الغرب الشمال الغربي ثلين قارة أوروبا لاحظ أنها في المنتصف من قلب العالم ثلاثة عزيزي الطالب الهند في قارة آسيا في الجزء الشرقي حدد على الخريطة كل من أمريكا الشمالية عزيزي الطالب وأوروبا والهند أمامك أمريكا الشمالية في أقصى الشمال الغربي وأوروبا قارة أوروبا في المنتصف والهند في قارة آسيا في الشرق بعد التحديد الذي قمنا به عزيزي الطالب على الخريطة يتضح لك أن هذه الحرب دارت في ثلاث قارات هي وأمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا دارت حرب السنين السبع في ثلاث قارات هي قارة أمريكا الشمالية اثنين قارة أوروبا ثلاثة قارة آسيا ولكن ما سبب هذا الحرب ما سبب هذه الحرب عزيزي الطالب التي حدثت بين فرنسا وإنقلترا على مدى ومدار سبع سنوات متواصلة فسميت بحرب السنين السبع السبب هو التنافس الاستعماري الشرس بين فرنسا وإنقلترا وتجاور المستعمرات الإنقليزية والفرنسية سبب هذه الحرب هو التنافس الاستعماري الشرس بين إنقلترا وفرنسا ووقوع كل من المستعمرات الإنقليزية والفرنسية بجوار بعض كل من بعض متى بدأت هذه الحرب ومتى انتهت متى بدأت حرب السنين السبع التي حدثت بين انجلترا وفرنسا ومتى انتهت نتعرف على سنوات أو سنة بداية هذه الحرب وسنة انتهاء هذه الحرب بدأت هذه الحرب حرب السنين السبع في عام 1756 ميلادية إلى عام 1763 بدأت هذه الحرب في عام 1756 واستمرت إلى عام 1763 كما هو موضح بالمخطط الآتي من عام 1756 ميلادية حتى عام 1763 ميلادية وهي عبارة عن سبع سنوات استمرت فيها هذه الحرب وكتسبت اسم حرب السنين السبع من المدة التي قضت كل من فرنسا وانجلترا في هذه الحرب ضد بعض كل منهما ما الدولة التي انتصرت في هذه الحرب ما هي الدولة المنتصرة من حرب السنين السبع نتعرف على الدولة التي انتصرت في هذه الحرب هي انجلترا والمهزومة فرنسا انتصرت في هذه الحرب انجلترا وهزمت في هذه الحرب فرنسا وكان لها نتائج عديدة سنتعرف عليها عزيزي الطالب ما اسم المعاهدة التي انتهت إليها حرب السنين السبع؟ ما اسم المعاهدة التي وقعت بعد انتهاء حرب السنين السبع؟ هي معاهدة باريس في عام 1763 ميلادية وقعت معاهدة باريس معلنة انتهاء حرب السنين السبع بانتصار انجلترا وهزيمة فرنسا وقعت هذه المعاهدة في باريس في عام 1763 ميلادية ما مضمون تلك المعاهدة؟ ما هي بنود تلك المعاهدة؟ وعلى ما احتوت هذه المعاهدة معاهدة باريس في عام 1763 نتعرف على مضمون تلك المعاهدة تنازل فرنسا عن جميع مستعمراتها في امريكا الشمالية والهند لصالح انجلترا مضمون هذه او تلك المعاهدة هي ان تتنازل فرنسا عن جميع مستعمراتها في امريكا الشمالية والهند لصالح انجلترا المنتصرة وفرنسا كانت هي الدولة المهزومة من حرب السنين السبع ما موقف عزيز الطالب سكان المستعمرات الانجليزية في امريكا الشمالية من هذه الحرب ما هو موقف سكان مستعمرات المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية من هذه الحرب نتعرف على موقف سكان المستعمرات شاركوا في هذه الحرب إلى جوار إنقلترا بعد تدريبهم استخدمتهم إنقلترا في الحرب كجيش مساعد لها وشاركوا في هذه الحرب ولكن بعد تدريبهم على الحرب ما أثر هذه الحرب على الأطراف التالية عزيز الطالب سنخرج لك عديد من الأطراف سنتعرف على أثر هذه الحرب إنقلترا فرنسا وسكان المستعمرات ما أثرت عليه حرب السنين السبع على إنقلترا وفرنسا وعلى سكان المستعمرات أثرت على إنقلترا واحد أن اتسعت المستعمرات الإنجليزية زادت إنقلترا من عدد مستعمراتها في العالم وخصوصا في أمريكا الشمالية والهند ثنين خروج إنقلترا بأزمة مالية حادة من حرب السنين السبع واحد اتساع المستعمرات الإنجليزية ثنين خروج إنقلترا بأزمة مالية حادة بسبب ما أنفقته الخزانة الإنجليزية على حرب السنين السبع نتعرف على أثر هذه الحرب على فرنسا واحد خسارة فرنسا جميع مستعمراتها في الهند وأمريكا الشمالية لصالح إنقلترا بحكم أن فرنسا هي المهزومة من الحرب والمنتصرة هي إنقلترا ثنين خروجها بأزمة مالية حادة كذلك بسبب صرفها على هذه الحرب واحد خسارة فرنسا جميع مستعمراتها في الهند وأمريكا الشمالية ثنين خروجها بأزمة مالية حادة بسبب هذه الحرب نتعرف على أثر الحرب على سكان المستعمرات واحد إحساسهم بقوتهم الحقيقية حيث أنهم ساعدوا الدولة التي انتصرت وتعرفوا على طريقة الحرب بعد تدريبهم من قبل إنقلترا اثنين بروز قادة مثل جورج واشنطن قادة عسكريين أصبح لهم التدريب والقيادة والمشاركة في الحروب مثل جورج واشنطن ثلاثة زوال التهديد الخارجي عنهم حيث انهزمت فرنسا وانتصرت إنقلترا أربعة فتح باب التوسع من الغرب لدى الأمريكيين أصبح لدى الأمريكيين اتجاه إلى التوسع لناحية الغرب من قارة أمريكا الشمالية أثرت الحرب على سكان المستعمرات واحد إحساسهم بقوتهم الحقيقية حيث شاركوا وساهموا في انتصار إنقلترا في الحرب السنين السبع ثلاثة بروز قادة عسكريين مثل جورج واشنطن ثلاثة زوال التهديد الخارجي عنهم بهزيمة فرنسا أربعة فتح باب التوسع من الغرب لدى الأمريكيين لاستكشاف الغرب من قارة أمريكا الشمالية هذا هو تأثير حرب السنين السبع على كل من إنقلترا وفرنسا وعلى سكان المستعمرات ما العلاقة بين حرب السنين السبع وقيام الثورة الأمريكية؟ على ماذا أثرت حرب السنين السبع على الثورة الأمريكية وعلى سكان المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية؟ نتعرف على العلاقة خروج إنقلترا من هذه الحرب من حرب السنين السبع بأزمة مالية حادة من الحرب جعل إنقلترا تفرض ضرائب جديدة على سكان المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية فرفضها سكان المستعمرات وقاموا بثورة على إنقلترا العلاقة بين حرب السنين السبع وقيام الثورة الأمريكية هو أن إنقلترا خرجت بأزمة مالية حادة من الحرب جعل إنقلترا تفرض ضرائب جديدة لتعويض الأزمة المالية الحادة التي تمر بها على سكان المستعمرات في أمريكا الشمالية لضرائب جديدة فرفض سكان المستعمرات هذه الضرائب وقاموا بثورة على إنقلترا بعد استعراضنا لحرب السنين السبع وأثرها عزيز الطالب على الثورة الأمريكية نتساءل ما الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة الأمريكية ما الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة الأمريكية بعد استعراضنا لحرب السنين السبع وأثرها على الثورة الأمريكية سنتعرف على الأسباب عزيز الطالب التي أدت إلى قيام الثورة الأمريكية واحد تطبيق قوانين الاحتكار التجاري وقوانين الملاحة بعد انتصار إنقلترا في حرب السنين السبع وبروزها كقوة استعمارية لوحدها طبقت قوانين الاحتكار التجاري للسلع التجارية وقوانين الملاحة البحرية اثنين فرض ضرائب باهظة جديدة على المستعمرات الإنجليزية في أمريكا لتعويض النقص والأزمة المالية التي تمر فيها إنقلترا جعلها تفرض ضرائب باهظة جديدة على المستعمرات الإنجليزية في أمريكا ما الاسم الذي أطلقه سكان المستعمرات على هذه الضرائب الجديدة أطلق سكان المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية اسم على هذه الضرائب الجديدة نتعرف على الاسم الذي أطلقه سكان المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية على هذه القوانين والضرائب الجديدة سميت هذه القوانين والضرائب بقوانين سيئة السمعة أطلق سكان المستعمرات على هذه القوانين قوانين سيئة السمعة عرف عزيز الطالب قوانين سيئة السمعة نتعرف على هذه القوانين وهي قوانين سيئة السمعة التي فرضتها إنجلترا بعد خروجها بأزمة مالية حادة من حرب السنين السبع هي قوانين فرضها مجلس العموم البريطاني على الأمريكيين منها قانون السكر وقانون التمغة وغيرها قوانين سيئة السمعة هي قوانين فرضها مجلس العموم البريطاني على الأمريكيين منها قانون السكر وقانون التمغة وغيرها هذه هي قوانين سيئة السمعة عزيزي الطالب ما اسم عزيزي الطالب القانون الذي أثار غضباً كبيراً لدى سكان المستعمرات كان هناك قانون أثار غضب كبير لدى سكان المستعمرات نتعرف على هذا القانون هو قانون التمغة وضريبة التمغة لماذا غضب سكان المستعمرات غضباً شديداً من قانون التمغة؟ بالأخص لماذا غضب سكان المستعمرات غضباً شديداً من قانون التمغة؟ لأنه أصاب رجال الصحافة والكتاب ورجال المال والأعمال ولهؤلاء نفوذ قوي في التأثير على الرأي العام لأنه أصاب أصحاب النفوذ في المجتمع الأمريكي وسكان المستعمرات فكان لهم تأثير كبير على الرأي العام غضب سكان المستعمرات غضباً شديداً من قانون التمغة لأنه أصاب رجال الصحافة والكتاب ورجال المال والأعمال ولهؤلاء نفوذ قوي في التأثير على الرأي العام ولكن ما المقصود بقانون التمغة؟ نتعرف على المقصود بقانون التمغة عزيزي الطالب ونعرف هذا القانون هو قانون نص على فرض رسوم مالية على كل المستندات التجارية وعقود البيع والرهن هو قانون نص على فرض رسوم مالية على كل المستندات التجارية وعقود البيع والرهن هذا هو المقصود عزيزي الطالب بقانون التمغة أعزائي الطلبة والطالبات وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم التي تناولنا فيها عن الثورة الأمريكية وأسباب قيام الثورة الأمريكية نتمنى لكم التوفيق والنجاح إلى اللقاء في الحلقة القادمة بأمان الله اشتركوا في القناة